بالقليل من البنادق والرصاص وعبر ممرات ضيقة وخطرة تتقدم قوات الجيش الوطني المسنودة بالمقاومة الشعبية شرق مدينة تعز هذا التقدم يكشف عن أحياء شبه مدمرة ويظهر وجها آخر لمناطق كانت الأفضل والأحدث على مستوى المدينة أحياء هرب منها أهلها قبل أشهر وتركوها عقب تهديدات ميليشيا الحوثي للسكان بسرعة إخلائها وهاهم وصولا إلى اليوم يرون ما تبقى من منازلهم عبر الشاشات وربما قريبا سيرونها واقعا وسيشعرون بمرارات ما حدث لما أقاموه على مدى سن عمرهم الأحياء السكنية التي حولتها الميليشيا إلى منصات إطلاق للقذائف ومتاريس خوض المعارك فقدت الكثير من بنيانها وتحول أشهر فندق في المدينة إلى مصدر للنيران وجعلته ميليشيا الحوثي مرقدا لمقاتليها الذين السلبوا الأهالي القدرة على النوم الآمن وهو ذات الحال الذي سرى على قصر الشعب فقد تحول في البداية إلى منطلق للقذائف ثم أصبح منطقة مستهدفة من قبل الطيران كل هذه المآسي يتذكرها ويتعثر بها جنود الجيش الوطني كلما أحرزوا تقدما يكشف لهم عن أرض فقدت ملامحها التي كانوا يعرفونها من قبل موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر